الفلسفة السادة المازوخية ماذا تعني السادية والمازوخية؟ وما هي المظاهر التي نستطيع الحكم من خلالها على هذه الظاهرة؟ وما هي الفلسفة السادة المازوخية؟ ثم ما هي علاقة السادية والمازوخية بظاهرة إقبال الناس في معظم الحضارات والأزمان على التوسع والحروب؟ وهل تعتبر الحروب واستخدام أدوات العنف والأسلحة أحد مظاهر السادية؟ ولماذا يقدم الناس على رياضات خطيرة قد تصل خطورتها بإلحاق الأذى بالنفس؟ ثم لماذا نتألم؟ وهل فعلا ننبذ الألم ونمقته؟ ما هي الدوافع التي كانت وراء القصائد عند شعراء العرب في العصور السابقة؟ ألم يحضق قيس بأي فرصة لنيل ليلى؟ أو ألم يكن بإمكان جميل وصلب ثين بأي طريقة؟ ألم يكونوا جميعا يتلذذون وراء هذا الألم الذي سببته لهم المعاناة وأن اختلفت الأسباب والظروف والبيئة المحيطة؟ ثم ألا يوصف الشعب الألماني بأنه مارس سادية مطلقة على باقي شعوب أوروبا أيام هتلر؟ وألم يكن على قدر كبير من الفخر بتفوقه على باقي الأعراق؟ هل السادية والمازخية فعلا مرض يقتصر على شذوذ جنسي؟ إليكم هذا المقال أتت كلمة السادية وهي ظاهرة تجعل الإنسان يتلذذ في إذاء الغير لا لغاية جنسية فحسب كما هو شائع بل لغاية أخرى لا يبدو فيها أي غرض جنسي ومن هذه الدوافع والأعراض المتعددة والتي تختلف بحسب الشخص على سبيل المثال الشعور بالأنا وتحقيق الذات والفخر وهو مذهب نشتق اسمه من الكاتب الفرنسي الماركيز وكلمة المازوخية وتكتب أحيانا المازوشية أو المازوكية والتي تعبر عن حالة الفرد في رضاه وتقبله لما يمكن أن يقع عليه من ألم وإذاء جسمي أو نفسي من شخص آخر واستمتعيه بهذا الألم وينسب هذا المصطرح إلى الكاتب والروائي النمساوي الذي ارتبطت باسمه هذه الظاهرة وهو ليبولد زاخر مازوخ من عام 1836 إلى عام 1895 وهو روائي وصحفي نمساوي درس القانون والتاريخ وتعلق بالأدب كتب العديد من الروايات والقصص كان مثقفا وكاتبا ومناضلا شارك في بعض الثورات والحروب التي عصفت بعصره والمازوخية العامة تصنف كأحدى حالات ما يصطلح عليه في علم النفس بسلوك الهادم للذات وهو أن يقوم الشخص بأمور أو يضع نفسه في مواقف قد يعلم مسبقة بأنها ستعود عليه بالفشل والحرمان والإذلال ومع ذلك يجد هذا الشخص متعة وراحة خفية في القيام بهذه الأمور أي أنه يعشق تمثيل دور الضحية والمظلوم والمحروم رغم شكواه وتذمره الظاهري من ذلك بعد هذا العرض السريع لتعريف كل من المصطلحين الذي وجب ذكرهما ما هي الفلسفة السادية والفلسفة المازوخية لقد ارتبط هذان المصطلحان بداية بجنس واستخدمتهما مدرسة التحليل النفسي في تفسير الكثير من مظاهر السلوك البشري ولكنهما قد انتقلتها بعد ذلك إلى علم النفس الاجتماعي ثم إلى علم الاجتماع وأخيرا إلى ميدان الفلسفة السياسية وتحولت السادية والمازوخية إلى نظرية في علم النفس على يد سيغموند فرويد المولود عام 1856 والمتوفى عام 1939 وتحولت كذلك إلى نظرية في الأدب وأصبح مصطلح السادية مثلا يدل على الفلسفة المادية الحسية التي اعتنقها الكثير من أدباء القرن الثامن عشر في فرنسا ولسيما فلسفة الموسوعة من أمثال كوندروسيا ودينيس ديودور وغيرهما وهي فلسفة تذهب إلى أن العالم عبارة عن مادة في حالة حركة مستمرة وليس في استطاعة الإنسان أن يدركها إلا من خلال حواسه ومن ثم فعل الإنسان في رأي هذه الفلسفة أن يدرب حواسه باستمرار ليكون على دراية تامة بطبيعتها ولكي يدرك المبدأ الحقيقي للإنسان فهذه الفلسفة مظهر من مظاهر سعي الإنسان وراء الحقيقة في ضوء فطرته ويرى الماركيز ديساد أن الإنسان بفطرته ليس خيرا وإنما هو بالطبيعة عنيفا وقاس والعودة إلى الطبيعة تعني الارتداد إلى هذه القصوة بإثارة ما في كوامل النفس من غرائز عنيفة والملاحظ أن هذه الفلسفة تعدت حدود القرن الثامن عشر وأثرت على الحركة الرومانسية في أوروبا حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ولعبت دورة مهمة في المدرسة الرمزية في فرنسا كذلك فالسادية لم تكن كلها مدرسة جنسية عملية يسدها العنف فحسب بل كان لها جانب نظري وتمثل ذلك في مؤلفات الماركيز ديساد ذات المحتوى العنيف وأهم هذه المؤلفات روايته الشهيرة جوستين وجولييت والمعروف أيضا باسم لعنة الفضيلة ونعمة الرذيلة وهذا على حد سواء مع المازوخية ورواية مازوخ وكتاباته هناك أمثلة كثيرة على قادة وحكام مارسوا الفلسفة السادية وطبقوها فخير مثال على ذلك تاريخيا هولاكو حيث كان تنكيله بالبلاد التي مر بها جيشه تجسيدا لساديته ويقال عن هتلار أنه مارس الفلسفة السادية طوال فترة حكمه حيث طمح أن يعلي من مكانة العرق الآري وضرورة سيادته وتفوقه على الأعراق الأخرى في العالم والتي هي أقل شأنا منه بالضرورة وربما كانت هذه العلاقة أوضح ما يكون في حق للسياسة وقد صورها الأديب الأمريكي هامينغوي بالحاكم الظالم الجبار على شعبه فيقرر الشعب ترك المدينة له والذهاب للعيش في غابة فيستيقظ الحاكم ليجد نفسه وحيدا ويعلم أن شعبه يعيش في الغابة فيذهب إليهم ويلح عليهم في العودة وعيدا أن لا يعود أبدا إلى ظلم مرة أخرى فهو بدونهم لا يكون ملكا ولا حاكما كما تروي أيضا القصة إحدى مسرحيات فيروز وهي كلها أفكار مأخوذة من فكرة هيكل عن جدل السيد والعبد طوال التاريخ فإن الفلسفة السادية والمازوخية يمثلني ضربا من ضروب الحكم السياسي والذي يقوم على أساس المتسلط وهو الحاكم والخاضع وهو المحكوم أي أن هناك ارتبط وثيق بين المصالحين أو بين النزعة السادية المتسلطة التي تفرض سيطرتها على شخص أو مجموعة من الأشخاص وبين النزعة المازوخية التي تستسلم بل وتستعد بالألم الذي يقع عليها وهذا ما يبرر جمعهما في مصطلح واحد هو ما نسميه بالعلاقة الساد ومازوخية وهي العلاقة التي يكون فيها الطرف الأول قوة مسيطرة متسلطة تفرض إرادتها في حين يكون الطرف الثاني شخصية مستسلمة خاضعة وقبل ذلك قد أثار سقراط في القرن الرابع قبل الميلاد في إحدى محاوراته التي عرفت بمحاورة فيدون والتي تربط بين اللذة والألم هذه العلاقة الثنائية بين السادية والمازوخية في زاوية فلسفية وسواء اتفق العلم أو اختلف مع آرائه فقد فتح مصطلح السادية والمازوخية باباً واسع للتأمل في ظاهرة قديمة وملازمة بدرجة أو بأخرى للحياة الإنسانية فلابد والقول أن هناك فلسفة في تلقي الألم والمعاناة وإلقائها فقسم من الناس يختار ذلك أو يستسلم للظرف الذي هو فيه وهذا ما يندرج تحت كلمات كالتضحية واليأس أو الواجب أو اللامبالاة وبالكفة الأخرى كذلك قسم يعتريه شعور العظم والفخر والقيادة وتعظيم الأنا إن شعوري الهزيمة والنصر لئس فقط نتيجة عدم تساوي القدرات المادية بين الطرفين أي بنا الأقوى والأضعف بل يأتي المقام الداخلي في قرار الهزيمة والنصر داخل كل منا أمام ظروف الحياة وهو المعيار الأساس لكليهما إن فسادية والمازوخية فلسفة لا تقل أبداً على مستوى التحليل والملاحظة والواقع عن غيرها إنها قريبة ونكاد نلامسها يومياً وإن تراوحت نسبتها ومقدارها ومدلولاتها يصنف بعض الكتاب والمحللين المختصين بدراسة طبيعة الشعوب قائلين إن هناك شعوباً خلقت لتسود وتحكم وأخرى خلقت لأن تخضع وتنفذ الأوامر إن هذا التصنيف وقد اختلف عليه المفكرون بين مؤيداً ومعارضاً له لا يكاد يخلو من الصحة إن رأيناه ضمن دائرة واسعة تجعلنا نتجرد من فكرة أن السادية والمازوخية هي مرض واضطراب نفسي وشذوذ جنسي وهذا بالطبع إن كانت تحمل ردود الفعل ضمن الإطار المعقول هل تسألنا يوماً لماذا أكبر عظماء التاريخ مروا بمحن مختلفة تتباين قصوتها وعلى الرغم من ذلك تابعوا حياتهم وحققوا نجاحات باهرة بينما أشخاص آخرون لديهم نفس المستوى من القدرات العقلية مروا بحياتهم في مطبات مختلفة قد اعتزلوا الحياة والعمل لكل منهم استراتيجيته لعمل ما يراه صحيحاً وذلك مع ما يتوهأهم مع شخصيته وليس بعيداً عن هذا السياق إن ذكرنا شعراء العرب الذين ذاعوا الصيط قصصهم العاطفية مع محبوباتهم فعندما اختار جميل البعد عن بثينة والوقوف على أطلال ذكرياتهما لم يكن نتيجة معارضة أهلها من تقربه منها فقط بل كان له ولها يد في ذلك حيث تكون شعلة الحب والمعاناة من وراء ذلك متقدة إنه لغريب نعم فهناك عدت روايات تؤكد مثلاً لقاءهما سراً وقدرتهما على الهرب في أسوأ الأحوال ولكن ذلك لم يحصل وعد عن ذلك لماذا يقدم البعض على رياضات قاسية فيها حد كبير من الخطورة والمجازفة قد تصل للموت وتقام على ذلك الاحتفالات وتحقق بها مقاييس عالمية نستخلص في نهاية مقالنا أن الفلسفة السادية والمازوخية التي شملت ميادين واسعة من العلوم وأنتجت رواية كثيرة وكتب ونظريات أنها موجودة فعلاً ولها مآثر إيجابية عديدة والذي نظر علم النفس في البداية إلى هذه العلاقة بين السادية والمازوخية على أنها تمثل حرافاً مخالفاً لما يعتبرها معظم علماء النفس الآن فيعتبرونها نزعات طبيعية عند البشر رغم أنها قد توجد بصورة من حرفة عند بعضهم فيقول إيريك فروم المولود عام 1900 والمتوفى عام 1980 أن نزعات السادة والمازوخية موجودة عند البشر بدرجاتهم متفاوتة فالأشخاص الأسوياء والمنحرفين على حد سواء فهذه الفلسفة ومظاهرها لامستنا تاريخياً وأدبياً وسياسياً رياضياً ونفسياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر